ومرحبا يا شباب معنا شوان ويجينا لكم في مقطع جديد ولازلنا في قطر وكاس العالم يا جماعة قطر عاملة يعني شغل مش طبيعي عاملة شغل رهيب 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 نتكلم عليه بعد الانترو طيب يا شباب القطر صرفه 222 مليار دولار تخيلوا هذا المبلغ يعني كم يعني المبلغ هذا مش طبيعي دول عالم متقدمة سابقة ما صرفت هذا المبلغ في كاس عالم لكن في نقطة معينة لازم نفهمها ليش قطر صرفت هذا المبلغ قطر صرفت المبلغ هذا لتهيئة قطر كاملة تخيل انت تهيئ دولة كاملة لاستطافة كاس عالم في الدول الأخرى كانت مدينة مدينتين ثلاث مدن أربع مدن علشان تهيئ الملاعب فيها عشان تستضيف هذا الفعالية الضخمة لكن قطر لا قطر هيئة بلد كامل تخيل انت بلد بلد كامل تنقله من هنا إلى هنا يعني بنية تحتية كاملة قطارات فنادق ملاعب الملاعب صرفت عليها من ثماني إلى عشرة مليار فقط لكن البلد كامل انت تهيئ بلد كامل فنادق شفتوا نطحة السحاب شفتوا الميناء البحرية أو الوجهة البحرية أنا صراحة ما أتذكر الأسامي صراحة الأسامي كثيرة للمناطق اللي بنتها قطر والفنادق والعمايات والشوارع تخيل البنية تحتية بنتها كامل ميتين واربعين أو ميتين واثنين وعشرين مليار لبنية تحتية أنت بنيت بلد قدت بلد خلنا نقول في أقل من عشرة سنوات صراحة أهنئ شعب قطر للأسف ما نقدر ما قدرت نروح أشارك أخوان العرب والقطريين في هذه الفعالية لكن إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق ونتابعهم هنا ونشجعهم ونشجع الفريق الغطري في أول مباراة معهم على القواي يعني نتمنى أنه يكون فوز وهذا فخ العرب الحلو في الموضوع أنه قطر ما قالت هذا الإنجاز لنا فقط بالعكس لا شاركت العرب كامل فيه وقابت مغنين عرب وحلو أن الملاعب كانت فيها أماكن وضوء وماكن الناس للصلاة هذه أول مرة تحصل بالكاس عالم وهذا شيء ممتاز وعرفت قطر يعني حطت بعض اليافطات واللوحات الإرشادية وبعض المعلومات عن الإسلام والدين الإسلامي يعني سخرت هذه الفعالية وكاس العالم لتعريف المجتمع الغربي بالعادة التقاليد بالإسلام وهذا شيء جيد جدا وممتاز بالعكس هذا اللي نحن محتاجينه أنه نعرف الناس بديننا وعادتنا وتقاليدنا وهذا شيء جيد وممتاز جدا خلي العالم يقول شوفوا إيش معنا ليش لا فرصة ممتازة جدا يوم ملايين من الناس يشوفوا إيش معنا ليش لا في ناس زعلانين أنا مش عارف ليش زعلانين هذا الناس عندهم شوية هفة نحن قلعنا في اليمن مهفوفين الله يشفيهم كمان من الحقيقة الكويسة إنهم جابوا المتميزين من العالم أو من المتميزين في بعض وصال التواصل الاجتماعي وبعض الأشخاص المبدعين مثل قارع الطبور اليمني ملاطف حميدي جابوه وأشعل المدريات وعمل بعض الفعاليات هناك في قطر يعني خلت شي حاية جميلة كويسة خاصة أنه ظهرت إشاعات ونزلت عليها مقطع حطوكم مقطع في الوستكريبشن أنه اليمنين منعوهم أنه يحضروا يعني حاجات هبلة والناس على طول صدقوها ونزلوا مقاطع فيديو وخلوهم الموضوع شوية أوكوود إذن ما أقول الإنجليز لكن ظهر شي جديد وشي جميل جدا اللي هو دعنا في الأستوديو للحديث عن تاريخ اللعبة عبد الرقيب اليافعي المتابع لكرة القدم العالمية الأخ عبد الرقيب اليافعي عبد الرقيب اليافعي هذا موسوعة موسوعة في المعلومات الرياضية وخاصة كاس العالم الشخص هذا مش طبيعي كانوا يكونوا من رئيس يسأله سؤال بانك 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 يجاب حكم الراية هداف كاس عالم مش عارف كم أنا أشوفه زيرو في كاس العالم زيرو في الكرة أصل معلومات يميح أصدقائي اللي يطغي معاهم وقت ما شاء الله عليه متابعين الكرة أنا ميح أتفرق معاهم كذا يعني مش فاهم إيش اللي يقولوه صراحة لكن الشخص هذا مبدع استضافوا في محطات فضائية كثيرة يعني يسألوا أسئلة ما شاء الله عليه الراجل من ألف وتسعمية وتسعمية وتأربعة وتلاتين أول كاس العالم صحح هو أنا ما أقول لكم أنا ما عارش في الكرة يعني حافظ اسماء الفرق المشاركة الفائزين من فاز على من كم جول من هدف من حاس المرمى من الحكم ما هي تاريخ المانية في كاس العالم المتخد الألماني بلغ المبارئ هو صاحب الأرغام الغيسية فبلغ المبارئ النهائية ثمان مرات أربع مرات لغب وأربع مرات أصيح بينما بلغ المربع الذهدي ثلاثة عشر مرح أعطني بلغم غيس عام أربعة وخمسين بطل عجزة برن أربعة وصبعين بطل في الألمبياء الستاديو عام ٩٩ في الأولمبيكو بطل عام ١١٤ في ملعب الماريو فيليو واللي في حي المارك هنا من الحكم كان الحكم النهائي الحكم برن النهائي كان الإيطالي الإيطالي نيكولاي ريتسولي زيب وأي سنة هذي قتلي عام ٢٠١٤ أو أول سنة شاركوا فيها ألمانيا في كاس العالم أي سنة أول مرة شاركت ألمانيا الأول مرة عام ١٩٣٤ لأن أول بطولة عام ٣٠ لم تشارك ألمانيا فرق هناك فرق بين شارك أو تأهل أو شارك اليوم شاركوا في ١٩٣٤ أي مركز؟ أول مرة عام ١٩٣٣ وكان المركز الثالث هو المركز اللي حصل مع مين؟ من لعبوا فازوا على مين في المنبرات الثالث والرابع؟ على النمسا كم كم؟ ثنين واحد مش طبيعي الراجل والله أدهش أدهش الناس كلهم وصار ترند فصراحة عقلية مخه مش طبيعي هذا الراجل لازم يدرسوه دراسة عبدالرقيم اليابحي هذا لازم يدرسوه كيف يتذكر هذه المعلومات كلها لكن وصار ترند ما شاء الله يعني الانتشر الموضوع وصار حالة خاصة في كاس العالم في قطر المشكلة مش هنا تمام؟ لأنه في صارت مشكلة أكيد في مشكلة لازم نحط مشكلة نتكلم عليها هنا علشان الحوائق حق الناس المشكلة أنه استضافوه في قرام القنوات قناة القزيرة المذيع المتألق أحمد فاخوري استضاف عبدالرقيم اليابحي في برنامج من البرامج اللي قدمها وبدأ يطرح عليه بعض الأسئلة إيش الأسئلة هذه؟ أسئلة صراحة أنا أتفهم ليش المذيع أو ليش المعدين أعطوا هذه الأسئلة المذيع هو اعترف أنه ما كانش يعرف أيش الأسئلة وما يعرفش في الكورة خالص لكن المعدين لما حطوا الأسئلة هذه لأنه شاهدوا الأخ عبدالرقيب اليابحي في برامج أخرى كان مش طبيعي يجاب على كل أسئلة أسئلة رجال موسوعة موسوعة فعلا موسوعة رياضية يجب أن تدرس ويجب أن يركز عليه في الفترة القادمة لأن هذا شيء مش طبيعي صراحة أنه يجاب على كل هذه الأسئلة فأيش اللي حصل؟ بدأ المذيع أحمد فاخوري لقيم بعض الأسئلة لعبدالرقيب اليابحي أخ عبدالرقيب اليابحي بدأ شوية غلط في سؤالين ويجاب على الأسئلة ثالث وطلب منه أنه إذا قابلت على الأسئلة سيجيب لك تذكرة للمبارات أخرى للمونديال لكن للأسف ما توفق الأخ عبدالرقيب اليابحي وغلط في سؤالين أعتقد يا جماعة خلا تكلم في بوضوح يعني أنت صدفت شخص لعندك في برنامجك حتى لو ما قاب على الأسئلة لكن من باب أنه يا أخي التذكرة أصلا موجودة يا أخي تفضل يا أخي تستاهل هاول أنك قلبت إيجابتين من أربعة يفرض أن تكونوا خمسة متو مقال لكن يا أخي أنت غلط في إيجابتين ما توفقت لكن يا أخي حضورك موجود وتذكرة موجودة أنت تستاهل أنت قاب في البرامج أخرى أسئلة مش طبيعية فضل هاي تذكرة لك لكن بدل ما يجب له التذكرة قابوا له كورة ورموها لورمي كذا بطريقة مستفزة استفزت كل اليمنين هذا يعود لك ثلاثة أسئلة صح كم جاوب ثلاثة أسئلة سؤالين بسؤالين ليس لك جائزة لكن ربما هي جائزة طردية هذه هي أنا كنت بدي لكن عادي لأن اليوم كنت مريض كنت مريض بس ما لك متذكر حمس ساعة مريض وصار ترين ثاني على الأخ عبد الرقيب اليافعي أول لأنه كان معلوماته كويسة والثاني لأنه تعرض للأهانة أول شافوها بالطريقة الأخوة في بعض التواصل التماعي شافوه بطريقة مهينة أنا حين أعلق على اللي حصل أنا مش معها أو ضد تمام؟ فما حد يقول لي يا أنت موقفت معها حاذا لا انسوا الموضوع حاذا أنا أعلق على اللي حصل في ال وسائل التواصل التماعي وإيش اللي حصل في الحلقة ثار ثارت اليمنين وعلقوا على المقطع وشافوا أنه إيهانة ليش يعني تجيب أسئلة غبية وأسئلة صراحة ومش طبيعية باقي شوي علقوا أنه إيش كم مقاس رجل له كم مقاس رجل فلان والثاني كم معه أطفال والحكم صاحبته الأولانية خلف مني ولا ما خلف مني يا ما كمان أسئلة كمان حد نخلونا نكون واقعيين يعني ما نكونش الأسئلة غبية بالطريقة هذه لكن الأخ أحمد فاخوري قدم برنامج آخر هو يمشي مع الأخ على الرغم اليافع في الشارع مشاهدي قناتي على يوتيوب أنا أحمد فاخوري ومعي أشهر شخص في اليمن الترند اليمن هو ترند عرب ترند العرب أنا آسف والعالم أجمعه ملك المونديال هو عبد الرقيب اليافعي عبد الرقيب اليافعي كان ضيفي في برنامج شبكات البارحة وزعل مني اليمنية وقدم اعتذاره وقدم له تذاكر أو تذكرة لمباريات ربع النهائية أو حاجة زي كذا لكن كمان بعض الأخوة ما أزعلوا قالوا له أنت يا أخي غلط عليه أو أهنته في أثناء برنامج أنت الآن قاعد تمشي بالشارع وتقدم اعتذارك في الشارع فحاسين بشكل مشطبيعي يعني لو كان واحد ثاني ما أحطه السالف لكن في اليمن ما تفلت من يدهم خلوك تعتذر وخلوك تقدم له تذاكر ما في مشكلة حصل خير يا جماعة الأخ مدفاخوني يتقدم قدم اعتذاره ومدام الأخ عبد الرقيب قبل هذا الاعتذار فنحن أوت مثل ما يقولوا خلاص يا جماعة هذا كان المقطع فما فيش داعي للحساسيات الزيادة في النهاية هذي كاس عالم خلونا نفرح خلونا الشم اللي يجتمع مرة أخرى ولا تكونش فحاسين نعلم مفتوح يعني المقطع قصير مش طويل لكن أتمنى أن أعجبكم لايك واشترك في القناة ونشر نشر نشر نشره في الفيسبوك ونشره في كميعا والتواصل وكماعي يا شباب وكان معكم نشوان قعفر وتحياتي